أوضح رئيس مجلس لدارة العامة لصندوق سيانة الطرق المهندس معين الماس أوضح عظم الدور التكاملي بين الأجهزة المحكومية للعمل على حماية أموال الدولة من خلال إزالة المؤوقات التي تعيق حماية المال العام مشددا على أهمية الالتزام بالأنظمة المالية بشقيها المحاسبي والنظامي وشدد على أهمية المراقبة على الأداء والمتابعة المستمرة في تنفيذ الخطط المالية وتقييم الأوضاع القانونية والتنظيمية في المرافق الخاضعة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جاء ذلك خلال تدشينه فعاليات الدورة التدريبية حول الدور القانوني للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حماية المال العامة التي أقيمت في المركز الرئيسي للصندوق بالعاصمة المؤقتة عدن وقد استهدفت الدورة الموظفين ومدراء الوحدات في الصندوق حيث تم تأكيد على أهمية تحر الدقة والاستفادة من المحتوى المعرفي المتاح لمعرفة أهمية الرقابة المالية للجهاز المركزي على المال العام ومن حيث مراجعة الميزانيات العمومية والحسابات الختامية وكل ما يتصل بالإيرادات والاستخدامات الأمثل فيما يتعلق ويتفق مع القوانين واللوائح ترجمة نانسي قنقر